طالبت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينيين بالفارسخ المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل لفتح ممر إنساني آمن لإجلاء الجرح والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة من داخل مستشفى الأمل مشددة على ضرورة كسر الحصار والضغط باتجاه إدخال المساعدات الطبية والأدوية والوقود لتعزيز عمل المستشفى وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مستشفى الأمل في خان يونس وتتمركز دباباته أمام المستشفى وسط إطلاق النار بشكل مباشر مؤكدة أن الأوضاع داخل المستشفى خطيرة وأن حياة المرضى والجرح من ذوي الإصابات الخطيرة في خطر جراء حصارهم لأنهم بحاجة لتلقيهم العلاج خارج المستشفى